تحسبهم جميعا ومصالحهم شتى ها هي الميليشيات التي اتفقت على قتل العراقيين وسرقة أموالهم تختلف على الغنائم فيفضح بعضهم الآخر لتشتعل بذلك حرب التصريحات التي تنذر بحرب داخلية يبدو أن الأحزاب السياسية في العراق بميليشياتها المسلحة حين لم تجد ما تأكله من أعدائها التقليديين بدأت تأكل بعضها بعضا إنها حرب المصالح والنفوذ والسيطرة وبداية شرارتها الأولى بين ميليشي العصائب وتيار الحكمة عملية اغتيال لصاحب مطعم في بغداد هي التي فجرت الحرب بين الجانبين بعدما اتهم تيار الحكمة ميليشي العصائب بالمسؤولية عن هذا الحادث تراشق الاتهامات وردود عليها لا يخفي ما قامت به وتقوم به الأطراف المتنازعة اليوم من سرقات وجرائم قتل بشعة تلطخت بها أيديهم وليس ببعيد ما سرقته ميليشي العصائب معدات مصفى بيجي التي تقدر بالمليارات وسرقتهم بيوت المسيحيين واستلاؤهم عليها في منطقة الكرادة وزيونة فضلا عن ممارساتها الخطفة والابتزاز والاغتيال على نية وهذا ما شهد به حلفاء الأمس في رسالة تيار الحكمة للخزعلي في معرض الرد عليه إنكم جماعة كل ما لديكم هو القدرة على إرهاب وابتزاز الناس العزل والأبرياء وختمت الرسالة بعبارة إن قياداتكم الميليشيوية فاقدة لأي كياسة ودراية ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة وأخذت ميليشي العصائب الحجارة لترمي بها بيت عمار الحكيم الزجاجي هو الآخر وتتهمه بسرقة قوت الشعب والاستلاع على الأملاك والعقارات من دون وجه حق النائب عن التحالف الإصلاح رياض المسعودي حذر من اقتتال ونزاعات عسكرية داخلية ومقطعات سياسية في حال فتح ملفات الفساد بعد الاتهامات الموجهة إلى ميليشي العصائب بشأن مصفى بيجي إيران الرعية للميليشيات بأنواعها تحاول أن تجمع بين السراق والقتل بحلول ترضي جميع الأطراف التي كانت سخية في خدمة طهران رئيس الجمهورية برهم صالح سعى من جانبه لتهديئة الصراع أيضا وإيقاف مسلسل الفضائح الذي قد تتسع حلقاته لتشمل العملية السياسية برمتها